اشتركوا في القناة امامه عبارة عن ما تم تنفيذه وتطبيقه من ميزانية 2012 الميزانية التقديرية او الموازنة التقديرية مقارنة بالواقع الفعلي من يطلع على الحسابات الموجودة امامنا طبعا رايح يلقى فيها اشياء كثيرة محتاجة للتحليق وهمها اللي هو العجز اللي حصل في 2012 اللي يبلغ تقريبا واحد وثلاثين مليون وثلاثمائة وثمانة وعشرين دينار بينما الحديث عن قروض تجاوزت المليار حسب ما صرح فيه احد اعضاء مجلس الشورى حك سنة واحدة طبعا حك سنة 2012 والملاحظة ايضا ان تكلفة الدين يعني الفوائد التي نتفحها على الدين بلغت تقريبا مئة وخمسين مليون دينار هذه الفوائد اللي دفعناها على الدين في عام 2012 وهذه الفوائد تتجاوز الدعم اللي تقدمه الحكومة اللي يعني صار للحكومة فترة اكثر من مرة عندها تصريحات بوقف الدعم على المواد الغدائية واخرها الضج اللي صارت فيما يتعلق بزيادة تكلفة او زيادة ديزل طبعا اذا تقارن الارقام الموجودة في الميزانية يعني طبعا في خلل كثير في هيكلية المصاريف مصاريف طبعا لم يتم التطرق لها على سبيل المثال مصاريف المستشفى الملك حملت ما ادرج في الميزانية هو فقط الرواتب عما المصاريف الاخرى لم تدرج باعتبار حسب قانون معين انها لها ميزانية وتم تدقيقها من قبل جهات اخرى ولم يشملها تدقيق ديوان الرقابة المالية بالمقابل يتم وضع ارادات او هناك ارادات لم تدرج ايضا في الميزانية هناك خلل ايضا في بنود بعض المصاريف لان بعض المصاريف لا تتطرق لها الميزانية مثل ليس كل مصاريف وزارة الدفاع او وزارة الداخلية موجودة فيما هذا مصاريف البند الأول انا بترك التعليق لالاخوان كلمة الاستاذ عبد النبي العكري عن الجمعية البحرينية للشفافية والدكتور جاسم والدكتور هدى لعمل اطلاله ومن خلال المناقشات من استعرض بعض الملاحظات العامة اشتركوا في القناة